السر بساعده لزمالك قدام بلدية المحلة يتلقص فيه ادينا سندويتش ادينا حتة لحم ادينا سندويتش ادينا حتة لحمة ومين اللي بيدحك على الزمالكوية والسؤال الأخير اللي هنفضل نسأله لغاية ما نلاقي له إجابة متى سيتم تنفيذ عقوبة جومز من لجنة الانضباط بعد اعتداءه على الحكم من شهر في مطش المصري حلقة جديدة من المشجع قبل ما نبدأها متنساش تعمل متابعة لفسبوك تبسكيب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير وتوصلنا للغير عشان نعرفهم حقيقتهم تعالى تبدأ بتعادل الزمالك مع البلدية اللي بقى كي فيه وبقول وزي ما قلت قبل كده كتير الزمالك الموسم ده من قبل من اول ما بدأ ومن قبل التدعمات ومن قبل كل اللي عمله قلتلكه هينافس على الهبوط وبتدخل التحكيم المصري هيكون في فرق منتصف الجدول وقد كان ولكن حصل بعض التدخلات كمان اللي ساعدت على ده زي مجلس الادارة اللي قرر يقدم تلات نقط للنادي الاهلي على طبق من دهب وكمان يريح الاهلي اسبوع وكمان يخصب من الزمالك تلات نقط وهو اساسا زي ما بيقوله كده بيفرفر وبينفس على الهبوط ست نقط كده يعني راحوا ساعد بيهم اكتر مجلس ادارة الزمالك اللي كده كده بدل ما الزمالك يبقى بيكلم مثلا من الرابع للسادس الزمالك بالمنظر ده هينهي الدوري من التاسع للحداشر ويمكن اقل ومع تدخل التحكيم تم انقاذه من مراكز الهبوط بالتدخل التحكيم المصري واحتساب ضربات الجزاء الوهمية طبعا كابتن زومو الغطاص وكابتن جزيري الغطاص الاشهر واحنا عارفين ان تم اختيار زيزو في ازدهاب للأولمبيات ولكن الناس لو فاكرا ان هو راح يلعب قراء القدم فبقول لكم لأ زيزو المفروض يروح يلعب مع فريق السباحة من اجل ان هو يحقق مداليا دهبية لانه راجل بيمتاز بالسباحة عنده مهارة في ده بيقدر يضحك على الحكام بيقدر يضحك على الظار هناك مش هيكون في الاولمبيات مش هيكون في احتواء لكن هو الراجل يمتلك هذه المهارة مهارة الغطس مهارة النطف حمام السباحة الراجل اعتقد ضد الستارت بتاعته محترمة جدا اعتقد ان الراجل هيجيب مداليا ضيف بقى على ده زي ما انا بأكد ان الموسم ده الزمالك انا هيبقى ده موقفه تعال اقول لك ان كمان في نهاية الموسم وبخروج الزمالك من المنافسة يكون كلمة السر ادينا حتة لحمة ادينا سندويتش عشان هو ده كلمة السر في النزمالك بيضيع نقط لانه بقى مركز في تشجيع برامتز بقى مركز في الواجبة بقى مركز في التشيرت بقى مركز في حضور مباريات برامتز من اجل المصلحة العامة بقى المصلحة الشخصية ولكن الجمهور نفسه خلاص وصل للعيبة انا مش عايز منكو حاجة ومش مستني منكو حاجة وقتر الف خيركو عقون في درالية اللي جات كنتوا بقى بتلعبوا بيها براك الشباب كنتوا بتلعبوا فيها اكاديميات مش فارق معايا انتوا جبتوا بطولة اصباها الكنفترالية هتلعبوا بناءنا عليها مطش السوبر مع الاهلي اللي اتوقع ان الزمالك هينسحب منه عشان يحقق كاس القرامة التالت عالتوالي بتلت انسحبات متتالية من النادي الاهلي خوفا ورعبا عشان رقبوا بالخبف من مواجهة الاهلي مرة تحجج بالكهرباء مرة تحجج بالمؤجلات اللي لعبها عادي جدا ولعب بعديها والمرة دي مش عارف هيتحجج بايه ولكن انا شايف ان الحجة هو الاحتفاظ بكاس القرامة نتيجة ان انت تتلب من رب تنسحب قدام الاهلي وتاخد كاس القرامة اه اه للابت فكرة جميلة اتمنى ان الزمالكوية يعملوها او يقيدوها زي ما قيدوا قرار الانسحاب لكده وزنقوا مجلس الادارة اللي سخر ومش وراهم وطلع كلهم في الاخر خدموا الاهلي وهم مش واخدين بالهم بنشكرهم وبنشكر مجلس ادارتهم وبنتمنى ان احنا نشكرهم في السوبر وما يروحوش ويريحونا وناخد البطولة من غير منزل اكسابك سكور او ارزعك سكور يعني سهل المواضيع نوفر مجهود ونوفر سفر وطيران وانت تحتفظ بكاس القرام طب اللعيبة وصلها ده وصلها ان هي ركزت فين وصلها ان خلاص الجمهور مركز مع برمت الجمهور بيشجع برمت الجمهور مش مركز معانا ومش فارق معانا وده وصل المدير الفني اللي بتشوفه النهاردة بيبدأ بخمس ست اللعيبة من الشباب في موقف الزمالك الصعب جدا اللي ما يستحملش ان يكون موجود فيه ده العدد ده من الشباب وإيه الزمالك النهاردة بيفلت من خسارة الزمالك مستحوز على الكورة بس ولكن لو انت شفت عدد تصويرات البلدية وعدد تصويرات الزمالك 13 لتسعة فالبلدية شهد على الزمالك 13 كورة الزمالك شهد 9 البلدية انتارجة 3 الزمالك انتارجة 2 يعني بلدية اخطر فالموضوع صعب جدا ولكن ليه زي ما بيقول لك لانه خلاص هم موصلهم والجمهور احنا بنشجع برمت احنا بنحضر المقشوات برمت بناخد بقى سندويتشات بناخد تيشرتات بناخد اي حاجة ادينا حتة لحمة ادينا سندويتش ادينا الوجبة ده المهم دلوقتي خاص الزمالك مش هيجي منه حاجة وكمان اللي اكد ده لما يطلع اعلاميين ورموز زي ميدو يأكدوا ده ويطلع يقول لك قول ايه قول ايه بيرامد انا بشجع بيرامد وفي ايه لما بيرامد ياخد الدول وا 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 بعيدة بقى عن بيرامد بيأكل منكو بقى ايه عن بيرامد بياخد مكانهم بعيدة عن بيرامد يعني بيشارك في افريقيا مرتين على حساب الزمالك يعني بيرامد هو منافس الاهلي كل الكلام ده هو مش فارق معهم واللعيبة وصل لها ده فخلاص اللعيبة لا يبقى عندها روح ولا عندها حمية ولا يبقى عندها دافع انها تلعب وتكسب حتى اسم الزمالك ما خلاص من اسم الزمالك بقى فرق منتصف الجدول او بينافس على الهبوط بقرارة انسحاب مجلس الادارة كلها عوامل تؤدي ان مفيش لعيبة هتنزل تقتل نفسها في الملع ليه؟ لان الجمهور المكسب او الانتصار ان بيرامدز يضيع الاهلي بطولة ولكن هو لو حسبها هو بيرامدز لو كسب الدور هيضيع الاهلي بطولة لكن بياخد بيها مكانك بياخد بيها مركزك بياخد بيها مشاركة الافريقيا بياخد فيها كل الفرص من الاحتواء اللي تساعده انه يبقى في المركز التاني زيك انت بقى فرصك في الاحتواء ان انا حافظ عليك من الهبوط نفس السيناريو اللي بيحصل مع الاسماعيل شوف الاسماعيل بقى بينافس على الهبوط وانت قعدت بعد ما الاسماعيل كان بياخد الدور اسماعيل بقى بينافس على الهبوط الزمالك بقى هو اللي بيخرش في المركز التاني اللي بيحصل دلوقتي الزمالك بينزل لمنتصف الجدول بيرامدز بقى هو المنافس شوية بشوية هتلاقي الزمالك بينافس على الهبوط والجمهور كده كده زي ما تم شراؤه او زي مراحل ملعب عادي هيشوف ان ده انا دي معاه فلوس واه واه وزي ما ميدو طلع يبتدي يقول ان برامدز وقال ليه برامدز وبرامدز يكسب الدوري هيبيعوا الجمهورهم ده ومن هنا اخذك للنقطة التانية تعال اقول لك مين اللي بيدحك على جمهور الزمالك اللي بيدحك على جمهور الزمالك واحد زي ميدو لما يطلع ميدو يقول ان هو شجعه برامدز وفي ايه مشكلة ما شجعه برامدز هو هو ميدو نفس الشخص اللي دحك على الجمهور من سنة لما قال واكد ان هو امير مضام منصور مع الشركة الراعية شركة النيل عشان بيعملوا مشروع استثماري هيغني للزمالك اموال طائلة لا حصرة لها وساعتها انا طلعت انا فاكر وكتبت على البوست ده وقلت انه انا براهينكو ان الكلام ده فانكوش هي دي الناس بتدحك على الزمالك وعلى جمهور الزمالك انا لما بطلع انا بطلع اقول لك الحقيقة ولكن الحقيقة بتوجعت اللي انت لو ركزت فيها هتعمل فريق وهكون منافس للاهلي لكن الحمد لله ان انت بتشوف انها تريقة وبتهاجمني وبتشوف بس كده وبتصدق ميدو لان لما بتصدق الناس دي بتفضل في الطين وبتفضل في الوح وبتفضل في براكز الهبوط ومنتصف الجدول وبقى ده وضعك الطبيعي لما تسحب البوصات منك وراح لبيرامدز دي الحقيقة والمكانة الطبيعية ليك بالرغم من المساعدات لان لو لمساعدتها تنزل الدوري درجة تاني صدقني ده مش تقليل منك لكن دحقية الامر فانت مشيت ورا الناس اللي بتضحك عليك اللي طلع قالك السنة وامير روحنا وهنعمل مشروع هو هو اللي طلع بعد كده قال له من سحبه هو هو اللي طلع بعكا بيقولك شجع بيرامدز هيمرر لك دي وهيمرر لك دي وهيمرر لك دي حسب هو مصلحته بعمين في مجلس الإدارة ومصلحته هو مع اي قرار وانت كجمهور بيتضحك عليك وتمشي وراه وتمسك في تصرحته وتطلع تهاجم الاهلوية ولكن انت تستاهل ده منظومة اساسها الفوضى لايق على بعض وتستاهل اللي هي فيه وانا هنا ما بكملش الكلام دي حقيقة صدقني دي مش رقامة دي حقيقة دي حقيقة موقفك وحقيقة الناس اللي انت بتصدقهم وماش وراه نجي بس للنقطة الاخيرة لجنة الانضباط تم اعتداء جومز او جزي جومز مدير الفاني النادي الزمالك على الحكم الرابع في مطش المصري اللي الزمالك بعد يقال ان هو ينسحب وبنقول له شكرا على انسحابك واهدائك النقطة النادي الاهلي تم الاعتداء عليه بلجنة المسابقات توقفه تمام مطشات ومئة الف جرامة حاوليت المورد عن لجنة الانضباط لجنة الانضباط حتى الان لم تصدر اي قرار الكلام ده داقل على شهر بقى انا شهر فين ده طب حدة الجمهور اللي المفروض كان يتوقف مطشين عشان يتقرر منه الهتافات الجامعية طلت مرات وترمختوا عليها وما عملتهاش وغرمتوا بس هل هنترمخ على قصة جومز لغاية ما جومز يتم اقالته من نادي الزمالك ونبقى خلاص الموضوع خلص ده السؤال اللي احنا محتاجين نسمع عجبته وهفضل اسأل السؤال ده واتمنى من جمهور النادي الاهلي مش هقولك بقى شاير الفيديو ولا كتب كومنت اكتب على صفحتك شاير بسط لاي حد بيتكلم عن القصة دي اكتب على ده كلم صفحات النادي الاهلي الكبيرة اللي تقدر توصلها قلهم يكلموا ويتركزوا على اين عقوبة جومز اين هو ده اللي بيتم خدمته الدلوعة عشان بعد كده ارجع يقولك بيتجاملوا النادي الاهلي اتمنى من جمهور النادي الاهلي وصل صوتي وصل صوت غيري وصل صوتك اين عقوبة جومز واين الاعلام من عدم تنفيذ عقوبة جومز احنا عندنا قهربة عشان الكلمة تحمل معناين دخلوا في النواية وعقبوه في ساعتها جومز تم الاعتداء على الحاكم درب الحاكم وزقه اين عقوبة جومز اتمنى ان صوتنا يوصل واتمنى ان الناس تبقى بس عادة بتعد الوقت وقد ايه بيتم مجاملة الزمالك اللي حتى وهو مش هيمثلك في اي حاجة ولكن اه قدرنا يبقى ديهم مسئولين بيحبوا يخدموه شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وما تنسوش تعملوا متابعة الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والشير وتوصلونا للغير عشان نعرفهم حقيقتهم سلام